السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة جميعا ان شاء الله هنعمل مع بعض function بتنشي range of letters يعني انا عايز اطبع letters من a to z الفنكشن دي هتعمل الكلام ده هتطبع الكلام ده مباشرة وهنزود جنب letters بتاعتنا دي الاسكي values بتاعتها كمال جايز تكون محتاج تطبع الجدول ده بدل ما احنا في المشاكل اللي كنا بنحلها وفي الشروحات اللي فاتت كنا بنفضل نجيب الجدول من جوجل ونقعد نشوف الرقم كام وكده خلينا نخش في الموضوع على طول function بتاعتنا void مش بترجع حاجة هنطبع الكلام ده مباشرة هقوله generate letters with ASCII values الفنكشن بتاعتنا تقبل مني حاجتين الكاركتر اللي انا هبدأ منه وده هنسميه start والكاركتر اللي انا هوصل عنده ده اسمه end هنا بقى مش هننشئ متغير ونحط فيه البداية بتاعت اللوب وبعدين نرجعه في الاخر لا احنا هنتبع مباشرة فهعمل هنا loop جوا اللوب هقوله int i بيساوي 0 لا i بيساوي start بداية range بتاعتنا الكاركتر اللي انت هتدوني اول حاجة اللي هو مثلا حرف الايه وبعدين i اصغر من int ولا اصغر من او يساوي طبعا اصغر من او يساوي ليه؟ عشان انا هتدي لك range من a to z وانا عايزك تطبع الزد فلقلت له اصغر من int هيجيب لي الكاركتر اللي قبل الزد فطبيعي لازم يكون اصغر من او يساوي بعد كده هقوله i plus plus تمام كده؟ تمام بعد كده هاجي اقوله هنا see out وعايز اطبع اول حاجة الكاركتر اشوفه البداية اللي انا هكتبها اللي هو مثلا حرف الايه عايز اطبعه وبعد كده جنبه اطبع الاسكي value بسيطة جدا 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 هقوله هنا character وديله الاسكي value اللي هي المفروض هتتبع طيب ييجي حد يقول لي دلوقتي انت ليه حطيت الكاركتر دي عشان لو انا كتبت الاي بس هيتبع لي الاسكي value وده اللي انت هتشوفه دلوقتي خلينا اوريلك لان كده كده هنتبع الاسكي value فعلا السؤال هنا هل اكتب see out هنا ووضيف الفنكشن طبعا لا الفنكشن اصلا بتتبع فتكتبها كده مباشرة طيب انا عمال اعمال لك اختبارات عشان تركز معي اكتب هنا character double codes طبعا ما ينفعش انت قلت بنفسك هو character ايه دي من اي to z حلوة كده طيب لو احنا جربنا دلوقتي هيجيب لي الاسكي values بتاعت حرف الاي لحد الزد كلهم range هيكونوا تحت بعض خلينا نشوف مع بعض بس كده اهو من اول 65 لحد 90 جميل اول الكلام ده تعالا بقى نعمل التجربة بتاعتنا ان انا اقول له character هنا واضيف الاي حلو الكلام طيب وبعدها خلينا نضيف pipeline كده يفصل بينهم وبعدين بعدها بقى احط دلوقتي الاسكي value الوحدة يبقى مرة هطبع الكاركتر وبعديه البيبلاين وبعديه على طول اللي هي الاسكي value اللي انت حضرتك شفتها دلوقتي دي تعال نشوف مع بعض زي ما انت شايف حرف الاي خمسة وستين والبي ستة وستين وكله تمام وفيش اي مشكلة مش محتاجة اقول لك انك انت لو كتبت هنا صفر وبدأت منه هيجيبهولك بالاسكي value بتاعته عادي جدا زي ما انت شايف بالعلامات صفر واحد اتنين فاكرين ان احنا قلنا الصفر الاسكي value بتاعته تمانية واربعين قلنا الكلام ده كتير جدا في حل المشكلات العلامات كلها معك اي تمام طيب انا هسيبه ايه زي ما هو حلو وعايز دلوقتي اطبع الحروف اللي small كمان بسيطة جدا ممكن تيجي دلوقتي وتقول له نفس السطر ده بالزبط كده تمام بس المرة دي بعد الاي هقوله زائد اتنين وتلاتين فكده في السطر اللي بعده هيتبع لي بتاعتي وهي small مش capital واقول لك بلاش نخليهم في سطر الواحده خلينا نخليهم في نفس السطر هادي end l اهو وخلينا ناخد دول في نفس السطر اوكي الغي الكلام ده كده وتعالى هنا نعمل بايبلاين تاني عشان نفسل بينهم اوكي وهنا هقول له character i زائد اتنين وتلاتين زي ما عملنا من شوية وبعده هنكتب هنا المفروض برضو اضيف عمود تاني السطر يتول منين قوي مش مشكلة المفروض نعمل concatenate برضو بس مش مشكلة هنا هكتب الآي زائد اتنين وتلاتين على طول عشان يجيب لي الاسكي فاليو بتاعتها بعد ما نزود عليها اتنين وتلاتين وتعالى نشوف مع بعض زي ما انت شايف او عايزين مسافة هنا وهنا عينينا ليك لانت عايزه انا تحت امرك زي ما انت شايف الاي خمسة وستين الاي سمول سبعة وتسعين فاكرين الاركام دي يا شباب طبعا هننزل لحد الزد تسعين والزد مية اتنين وعشرين ولو واقفنا الفيديو فتحت لك اي جدول من الجداول اللي احنا كنا بنشوفها واحنا بنحل المشكلات هتلاقي قدام حضرتك بالزبط نفس الاركام كده عملنا المطلوب والحمد لله يارب يا جماعة الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكو اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم